السلام عليكم اخوتي و اخواتتي داخل اسبانيا و خارج اسبانيا المغرب معكم قناة مواضيع مغتلوها في اسبانيا مرحبا بكم عندي في القناة نتمنى تكونوا بخير اخوتي و اخواتتي شكرا زازيلا للتعليقات اللي وصلتنا على الفيديو السابق شكرا مزاق و نستسمح سمحوا لي انا ما قدش ارد عليكم في الفيسبوك يعني مقدرة يعني المساجات اللي يوصلوني والرسائل انا كنحاول كل مرة كل عشرة يعني ارد على عشره ولا عشرين والباقية اللي كنت اسئلة متشابهة كنحاول انني نوضحها في فيديو باش الناس لحتستفيد ندخل الموضوع مباشرة اليوم جينا نطرحوا واحد موضوع اللي راه داير ضجة كبيرة في اسبانيا و في المغرب واحد موضوع يرا داير قنبلة الموسم في اسبانيا و المغرب وهو شراق شقة و دار او منزل باسبانيا وش كي يسهل الحصول على اوراق القيمة الاقامة خصوصا هالتساؤلات جتني مطرف يعني الناس اللي ما عندهم شورك والناس اللي عندها الفيزا والناس اللي بغي تحرك الفيزا خوتي اخواتاتي كنشوف مجموعة من الناس اللي حطين فيديويات ايه الاشي تيضار في اسبانيا غادي تحصل على الاقامة هاذ الكلام كله غلط فغلط الا فحالة واحدة الاشي تيضار وغادي يفهمكم كيفاش تقدر تحصل على الاقامة غادي نحاول نوضح اليوم الاسئلة اللي جاتني يعني كما بودكم عند الناس اللي ما عندهم شورك اللي لحرق الفيزا الناس اللي بغي تجيهنية السؤال اللي كي يطرح نفسه كي يقول ماذا عندي الحق اولا شري دار ؟ اخوتي اختي عندك الحق انك تشري دار سوى كنت حارق سوى عندك الفيزا كانت مشوجي عندك الحق انك تشري دار سوى بغيت حرق الفيزا عندك الحق تشري دار اي واحد عنده الحق يشري دار يشري دار ماشي الايقامة خلينوا فهمكم شوية شوية عندك الحق انك تشري دار وتسجلها باسميتك غير بالباسبور يعني تسجيل الدار او العقار او قطعة ارضية او ماحل او اي حاجة تشريها هنا في اسبانيا عندك الحق تشريها وتحرق الباسبور ديالك تقدر تشري بعد تسجيلها باسم ديالك وتدير شهادة السكنة وتقدر ديالك السؤال الثاني اللي هو مطروح واش مين غادي نشري ساكن او كما كان او قطعة ارضية واش عندي الحق اننا نحصل على الايقامة الجواب واح ولا كيفاش واح وكيفاش الله يا اخو يا اختي عندك الحق انك الى شلت دار هنا بواحد المبلغ اللي غادي نحطه هنا وغادي نوريكم التاليذ انك تحصل على الايقامة هنا في اسبانيا وهذا المغلب هو ما يعادل خمسمائة مليون كليينتوس ميل اورو هنعود لها المغلب المبلغ باش تحصل على الايقامة هنا في اسبانيا هو خمسمائة مليون هنحطوه هنا وخمسمائة مليون كليينتوس ميل اورو لماذا تريد من هذا الثمن تقدر انك تصوير ورق ديالك هذا القانون ماشي جديد وماشي دارو حاليا هذا البرلمان ارادار هذه مدة طويلة واحنا كلا ستسمعوا باللي ما خرش يكون اقل من خمسمائة مليون او ما يعادل كليينتوس ميل اورو وعندنا هنا هنا واحد دالي اللي هديش حالي ان ارها مسجل هنا وظالين بعد غدي نحطوه لكم هنا بشوفو هنكبره الانقاردج انه سعあと او اصبح الم İsente الانقاردج ان ي compatع component المساعدت مثلا انτε صورا لا ارها ان praised الاسباني ارها نح stadى الانقارد طويل انها سعر منهم تجب علينا مرحبا لتواجه و 풀وم الحقيقية العام بحسب المرحب أن تجربة المرحب يتقری في حالة أكبر أعادة من المرحب ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خاص العقار او الساكن اذا شيت واحد لاجوش انه ما يقلش منعوش شبالكم او ما يبالكم شان نحاول ندير في الكاميرا قدي نحاول نديرها كه وده شي شوية قدي مهم نديرها لكم انا فانه ما يقلش على خمسمائة مليون او ما يقلش على خمسمائة مليون يعني الى عندك خمسمائة مليون اياه عندك الحق انك تطلب حق الايقامة هنا في اسبانيا تبا صافي تفهمنا بني عندنا الحق ان نجلو دار او عندك هذا القدرة من الماء يعني ما تتهوتش على هذا الماء عندك الحق يعني تشري الدار و تدير به الايقامة هم على ما يقلش دارو هالثمن لانه مش يطلعوا اقتصاد اسبانيا لانه بزاف الناس من الخليج من دولة عربية اخرى لبس عليهم كي يجيو هنا ينشروا هالديون باش يطلعوا الاقتصاد يعني خمسمائة مليون اراته من كتاب تشري به دارو هادي اما اذا شريتي مثلا واحدة بخمسين او ستين او سبين او سبين او ما تحصل عليها نهائي انو اتحدى شي واحد يقول لي احصل عليها ولا احصل ليش واحد بخمسين وستي اتحدى ولكن يعني اذا لم يكن لديك هذا اقتصاد يخرج عن شرط القانون اللي يديرينه هما اذا لم يكن لديك 500 مليون لا تفكر بالايقامة ولكن الى بغتي تشري عندك الحق انك تشري من الناس اللي حرقنا هنا الناس اللي بغيين يجيو هنا الناس اللي يفكروا بالفيزا انو يحربوا واجهنا عندك الحق انك تشري دار وتسجلها باسميتك وتسكن فيها ودين شاهدة تسكنها لكي لا تتكرفش لانتال ولداتك هذا هو هذا واحد الحل اللي يقدر انك يعني يتفادي منه المشاكل يعني الانسان الى فكر انه يجي هنا في اسبانيا خاصو يكون عنده واحد المبلغ بدلا من بيضيع الكريه هنا والهي هنا والهي وهي وهنا هذه الكريه زيدة فيه يشري شدار لك ما تكونش في السنترو لانه في السنترو يعني داخل المدينة يكون غالي يعني مياه الكلام ايه لقيت وحده وحده تلقى ها قعم قلعا تلقى خاصها اصلاحات بزاف يعني غادي تحط فيها بزاف الفلوس يعني خاصك تخدمها مزيان ولكن الاخرشت مثلا المدينة تلقى واحد ثامن شوية منخفض تقدر انك تستغلت شريع تشريكي اسمي تهدارو تكون فيها توليداتك ومنما يقفل انسان تمت السنين ارايح مولانا مهم انسان تكون عنده شاهدة السكنة يربح فيها الدار وربح يديك شاهدة السكنة ويبعد المشاكل اللي تقدر تواجه هو والزوجة دياله ووليداته يعني ايش حال موعد يجيه وحرك هو والزوجة دياله ووليداته يبقى تقرفس هنا هنا نعص في السمقة وهذه ولكن يعني هذا شوي واحد الحل البسيط اللي يساعدك او ما يساعدك انك انك دار وانك سكن فيها ويثبت لك بالليه انك هذيك المدينة اللي يكون فيها حرك او ما عادك فيها الورق انك كنت في هذه الدارة او ما يكون سهرها قدادة يعني كل شيء سيكون مسجل لك مهم اخوتي اخواتي انا حاولت اه اه او ما اقولكم حاولت انا نختصر لكم جوج اسئلة اللي يطرحون بزاف علي عديد من الناس اخوتي اخواتي واشب عندي الحق ان ايش يدار واشب ان هذه الدم اقدم ايقامة اه انا حاولت ان نشرح لكم بسفة عمى وباختصار ان ما عندناش الحق او ما عندكمش الحق انكم تشيري ودار لان واحد عنده خمسمائة مليون انه يدار محل في بلاده واحد عنده خمسمائة مليون لا يكون عنده مصنع او لا يعني باش تجيب خمسمائة مليون باش تدار ايقامة شوية صعب يعني خاصك تستنى كل ناس يستنى حتى يجي الدور ديرك تدار تسوية الوراقيك وتستنى هذه التلت سنين حتى تدار وراقيك تدفعه ويعطوك وراقيك وردش مريط ما يدارك سيختون الناس اللي عندها مشكلة هنا وشا دينهم البوليسة وش مريط كي يكون عندهم مشكلة بعض غلين يقول هذا المشكلة ليقدر انه يدارك الدينيقات ويعني ما يعطوكش الوراقي او يحيدوا لك الوراقي وشيري دار هو نوع من التفكير الصحي يقدر انه يفكر ما يكون في المغرب انه يشري دار هنا ويسكن فيها هو وليدات ولجا حارك يعني ما كان مشكلة يعني رابح هو رابح انه الراحة النفسانية قد يحصل عليها مهم اخوتي واخوتاتي انا حاولت وراني كان قولي حاولت اني نسهل طريقة يعني بسيطة لما نقنطول ونقصها في الهدرة انا قاعد الفيديو يتلك يطرحوهم باللي عندك الحق انا كنت شري دار اراها غلط فغلط لان هنا شوية يراموا كي يصعبوا المسائل بزا 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 يعني الى جينا انا اي واحد غلي يشري دار هنا اراد تكون طامات الكبرى ولكن هم رابحوا يرفعوا الاقتصال هم رابحوا يطلعوا في الاقتصال يعني باش نقولوا احنا خمسين كانا خمسين وكان ثلاثين ولكن تأتي خمسين ثلاثين رخيار الجمدين يعني يخصها اصلاحات بزا بزا الحاجة الوحيدة يقول لكم اللي غادي تكون شوية انها تساعدكم في حل المشاكل ديالكم في الكريا هنا والهي وشو مرة الاسبان ما بقوش يكريوه للعرب شغطوا المشاكل اللي كانت وجهة بزا بزا وغادي الفيديو ان شاء الله اللاحق غادي يقول عن المشاكل يعني لاش من الناس ما بقتش تكري الاسبان ما يكريوش عرب وعليش الاتميناء ترفعت بزا في يعني بواحد السفعة عشوائية اه يمكن انا دباجة وبتعلى الاسئيلة انت رحت عليها بزا في حسب الساكن انا ممكن نقص نقول الساكن ربي معنا عقار او مصنع او يعني ريشتورة ولكن ما كان يعني بصفعة مرة ما يكونش عندك الحق انك تشيلها الى فتحة يكون هاد العدد ما يقنش على خمتمائة مليون نتمنى تكون اخوتي استفدتوا من هاد الفيديو والشغل يقول لكم نخليكم دابا على خير اه الى عجبكم الفيديو ديروا اللايك نتمنى انكم تشاركوا هاد المواضع معنا سخرة ونتمنى انكم اشتركوا حتى في القناة ديالي باش نستفد يعني يقدر واحد يشوف واحد ما يشوشوا لكن هاد الفيديويات هي واحد العبارة عن يعني معلومات بسيطة كنحاول ان يعني نبسطها بطريقة يعني جد بسيطة ونقول لكم دابا طالوا لي فراثكم اخوتي اخوتي اخوتتي والله يعيدكم الي تتمينواه اتمنى يعجبكم الفيديو واللي عجب لكم الفيديو كما اقلتكم حطولي تعليقات ديركم وشكرا جزا 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 معكم القناة مواضع مغتربة في اسبانيا اي سؤال مرحبه بكم هاد القناة مفتوحة الناس لدخل اسبانيا وخارج اسبانيا اخوتي اخوتتي تبارك الله عليكم. اطلعوا لفرصكم. ومن الفيديو ان شاء الله اجيب. سلامة.